هو الصلاة يعني ليه بتقولهم صله هو عايز يعرف انت ليه بتقوله صلي يعني مثلي بجأة صلي برتاح كده نفسيا هما بعد الصلاة بتحس بطمأنينة والسكون وراح طب لما بتبعت بعيدة عن الصلاة بحس بياه يعني بكونش بكون مش حاس لأنا في الموت بتاعه حسن أنت قلقان وتوتر وبتاعه سلسلة غيران القرآن الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النهاردة في الحلقة التانية النموذج كويس جدا دايما بشوفه في صلاة الجماعة وبيحافظ على الرياضة وفي مشهور حافظ القرآن طبعا هناخد منه النهاردة بعض النصايح وبس نتعرف على الأول اسمك ايه؟ خالد سادة خالد سادة الدارة عندك كم سنة؟ 15 ما شاء الله وصلت الحدي فيين في القرآن؟ الجزء السادة الثلاثة من قدام لا اثنين من قدام واربعة من ورا ما شاء الله ايه هي الآية اللي أثرت فيك؟ يعني دايما بتسمحك كده بتشد قلبك بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لكنك بتقول إن الشكوى الغير لله يعني إيه؟ مذلة ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيبوا دعوات الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب العبد وما فيش بين العبد ومن ربنا سبحانه وتعالى وسطى آآ كويس جدا طب يعني دايما كده عايزك تبقى مركز في حياتك وزي ما أنت ماشي يعني دلوقتي أنت بتلعب لادة إيه؟ السباحة وما دايما كل ما سألك تقول أنا رايح تمرين وجامل تمرين آآ يعني بتنصح إيه الشباب اللي هي في سنك؟ يعني الشباب اللي هي في سنك الخمسشير سنة دول اللي تنصحهم بإيه؟ لإن أنا بشوف كتير منهم يعني بيضيع وقته في حاجات ملاش لازمة أول حاجة؟ آآ إن هم يبعدوا عن السجار والتدخين ووزبوا على الصلاة وعلى حفظه القرآن آآ ليه يا آآ ليه شمعنا القرآن؟ كذا حد بيتكلم عن القرآن وأنه يحافظ على القرآن ليه؟ آآ غير لحياتي يعني حاوليني في المذاكرة واللي امتحنتها يوفقني صحيح طب واللي هو الصلاة الصلاة يعني ليه بتقول لهم صلوا؟ هو عايز يعرف أنت ليه بتقولوا صلي؟ يعني لما أنا بجأ صلي بارتاح كده نفسيا لما بعد الصلاة كده بتحس بطمأنينة والسكون وراح طب لما بتبقى بعيدة عن الصلاة بحس بآآ يعني بكونش بكون مش حاس لأنا في الموت بتاعه وكده حس أن أنت ألقان وتوتر وبتاعه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب آآ أحسنت والله يعني ربنا يا ربي ينفع بيك إن شاء الله السنة الجاية واللي حاجة عنديك ختمت القرآن وتاخد بطلات كتير إن شاء الله في إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله ربنا نحفظك فكروا في كلامنا أحنا بنحبكم في الله